تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقبلة القلب أعظم من قبلة البدن لأن المسلمين جميعا يتساوون في قبلة البدن لكنهم يتفاوتون في قبلة القلب فمستقل ومستكثر كما جاء عند أبي داود بسند اللاباس به من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لينصرف وما كتب من صلاته إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سجسها خمسها ربعها ثلثها نصفها وفي هذا الحديث الإشارة إلى تفاوت حظوظ الناس من الصلاة فمنهم من ينقلب وقد أصاب عشرة ومنهم من ينقلب وقد أصاب ما هو فوق ذلك ومن الناس من يكون محروما فينقلب ولم تقبل له صلاة كما جاء في حديث بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ففيه أن هذا يصلي ومع ذلك لا يقبل الله عز وجل منه صلاة وهذا قد يقع بغير هذا الذنب العظيم وهو الاتيان إلى العرافين والكهنة والمنجمين والسحرة ومن في حكمهم فينبغي للعبد إذا أقبل على الصلاة أن يقبل عليها بالكلية متجها بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى وببدنه إلى القبلة وإذا وقف فيها فليعتقد أنه يناجي الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه وفي قوله صلى الله عليه وسلم يناجي ربه سران عظيمان الأول أن الصلاة هي للعبد مع ربه بمنزلة المساررة وإنما تكون المساررة في الأمر العظيم وأي شيء أعظم في العمليات من الصلاة والثاني أن فيها محبة العبد لربه لأن المرأة لا يناجي في أموره العظيمة إلا خواصه ومن يحبهم ترجمة نانسي قنقر